جزيلاً بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة معالي الأخ محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في البداية أن نرحب بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الذي يشارك في اجتماعنا اليوم ونشكره جزيل الشكر على إحاطته الموسعة والوافية ونشيد بجهود معالي محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع إن التجاوب السريع من الدول الأعضاء لعقد هذا الاجتماع يؤكد مجددا على الموقف العربي الراسخ بشأن هذه القضية المحورية وما تحظى به من مكانة خاصة في العالم العربي وحرص الدول العربية على تعزيز الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية رخامة الرئيس أصحاب السمو والمعالي يأتي لقاءنا اليوم في وقت تمر في قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بشكل عام تمر بظروف صعبة وتحديات استثنائية تتطلب مننا العمل بحكمة واقتدار لتجاوز هذه الظروف وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير على مدى سبع عقود ونيف مضت ويتطلع حياة آمنة مستقرة وندرك أن الالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية يتسق مع جهودنا الجماعية لتحصين عالمنا العربي وفي ظل التطورات الأخيرة وعلى ضوء خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي تجدد دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لجميع الجهود الرامية نحو إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية مع التأكيد على أهمية تغليب العقل والتعامل بحكمة مع هذه التطورات وتأكيد أهمية المفاوضات المباشرة حيث أن الحوار هو الخطوة الأساسية والمتلى في سبيل التوصل إلى اتفاق للسلام السلام الذي يعتبر الخيار الاستراتيجي العربي الذي يجب أن نسعى إليه جميعاً في هذه المسألة ومن هذا المنطلق تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة دعم الحوار وبدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضمان أن لا تحدث وقائع على الأرض تقوض عملية سلام عادل للقضية ونثمن في هذا السياق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بعملية السلام وهي في تقديرنا لا تمثل تصوراً نهائي حيث مثل هذا التصور يقوم أساساً على موافقة الطرفين وكما نؤكد على مركزية حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية في أي حل نهائي وفي الختام فإن الظروف التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية والمنطقة تتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة بما يتوافق مع حجم التحديات التي تمر بها القضية والمنطقة بشكل عام ونتطلع لأن يصفر اجتماعنا اليوم عن موقف عربي واضح يدعم جهود تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل لهذا الصراع بما من شأنياً ينعكس بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكافة شعوبنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة